خلينا بقى نروح بعد كده لقرارات مهمة جدا لمجلس الإدارة قلنا عنها مبارح أو نوهنا مع حضراتكم النهاردة بقى حنستعرض أو أصلا نستعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه بالأمس زي ما كنا بنتابع برئيسة طبعا كابتن محمود القطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كافت الأمور الخاصة بالمباراة النهائية خلاص لدوري الأبطال وجاءت قرارات مجلس الإدارة كالتالي الاستمرار في دعوة النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أين كانت التدعيات المقبلة بنتكلم سلبا أو إيجابا اتنين دعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة للسفر في المغرب لمسندة الفريق على فكرة ناس كتيرة جدا وأصدقاء لي وناس على فكرة حتى لو ما يعرفوناش بيقابلونا يعني ما يعرفوناش على مستوى الشخصي بيقابلونا بيسألونا عن فكرة أنهما إزاي ممكن يحضروا فجاءة ناس كتيرة جدا عايزة تحضر مع الفريق إن شاء الله ده برضو يتم تسهيله الفترة اللي جاية ونعرف أكتر كمان تفاصيل إزاي أو ألية ده تالت حاجة كمان بنتكلم هنا تلات تلاف جنيه هيكون عن كل فرد من المسافرين أعتقد ده مبلغ يعني يعطبر رمزي جدا فأعتقد شيء كويس على كل حال دي كانت يعني سريعا القرارات بس خلينا نروح نشوف القرارات بشكل أكتر تفصيلا من خلال الفيديو ده هذه تحية لكم مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان نستعرض معكم نتاج ونتائج اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم في النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لبحث الترتيبات الخاصة بنهاء دوري أبطال إفريقيا استعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كافت الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدور الأبطال وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام بها النادي وقام بالتصعيد واتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال أيام الماضية بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدور أبطال إفريقيا في ملعب عينه للعام الثاني على التولي وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى كاف منذ عدة أيام وأبرزها تخصيص نصف ساعة الاستاذ لجماهير النادي الأهلي وعلى أن يقوم النادي بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها تطرق المجلس أيضا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة الصفر إلى المغرب وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي أنما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال أيام القليلة المقبلة وعليه جاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي أولا الاستمرار في دعوة النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أي أن كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا لإرساء مبدأ العدالة بعيدا عن أي خلافات وهمية مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها خاصة أن الاتحاد الإفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى كاف منذ أربعة أيام ثانيا قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بدعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في الصفر إلى المغرب لمساندة الفريق بواقع ما قيمته ثلاثة ألاف جنيه عن كل فرد من المسافرين ويقوم النادي بسداد هذه المبالغ لشركتي السياحة الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل والتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر وحرص المجلس على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه ثالثا الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليا مع الاتحاد الإفريقي فقط والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الأنديات المغربية الشقيقة ومسؤوليها أخيرا تكليف الكابتن محمود الخطيب بترأث بعثة فريق الكرة في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني هذه القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الإدارة الذي دعي للكابتن محمود الخطيب اليوم بالنادي الأهلي بالجزيرة بحضود جميع عضاء مجلس الإدارة وأيضا عضاء مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المهمة الوطنية وأن يحقق البطولة الحالية تعشى في تاريخه بإذن الله كل أمنيتنا الطيبة لجماهير النادي الأهلي أن تبقي النادي دائما في المقدمة كما كانت شكرا لكم طبعا ده كان زميلنا شريف فؤاد ودي كانت القرارات بنوضح تاني النقطة الخاصة بالمبلغ اللي النادي الأهلي بيخصمه أو مش هقول بيخصمه يعني اللي هو بيساند فيه الجمهور اللي عايز يروح من طبعا جماهير مصر والأهلي هيبقى بمبلغ 3000 جنيه أعتقد ده كويس لأن التوتل يا كريم أنا برضو حسب معلوماتي نوعي تقريبا هتكلف 14 ألف حاجة كده فالنادي الأهلي هيتكفل ب3000 جنيه فدي برضو نقطة دعم كويسة جدا أعتقد شوف بقى كم من الناس اللي هتروح يعني هو هيبقى مبلغ مش قليل بس ده بيكون إلى حد ما برضو رسالة ضمنية في فكرة هنا إحنا محتاجين الجماهير بتاعتنا الجماهير بتاعتنا بتمثل حاجة كبيرة جدا وزي ما كنا بنكلمة أن هي ممكن تقلب تماما مباراة فالدعم المعنوي بيفرق جدا جدا خصوصا طبعا لما أنت تكون بتمثل يعني نادي كبيرة أبو تمثل حتى بلدك فأعتقد خطوة جيدة جدا 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 ولفت طيبة أكيد من القائمين والمسؤولين في النادي الأهلي لأن الحقيقة لما نحسب الرقم على بعضه نهواند بتقول حوالي 14 قولوا 15 14 ونص 15 في الحتة دي فده رقم برضو مش قليل أخدم في الاعتبار على أن احنا بنتكلم في الآخر على رحلة يوم واحد حتى ما فيهاش إقامة فكويس قوي يعني فيه دعم من النادي الأهلي أكيد ده برضو حيسهل مأمورية ناس كتير من اللي حابين يروحوا لمؤذرة الفريق ترجمة نانسي قنقر